لماذا الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل الهدي وأجله وأعظمه ولأنه لا نجاة ولا فلاحة ولا سعد للعبد إلا أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الإسلام مردود إن زاد صاحبه ضل وإن أنقص منه زل والمطلوب من المسلمين أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على من واله قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يابى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يابى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ونحن نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا لشرف رمضان فرمضان أيها الأحبة هو شهر الصيام والصيام يشفع لصاحبي يأتي شافع لصاحبه يوم القيامة وهو شهر القرآن والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة